السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب ان شاء الله تكونوا بألف خير النهاردة بقى هعمل لكم حواشي المحلات بطعمه ولونه ورحته اللي تجنن كمان هنعمله من غير فرن وهنسويه بكذا طريقة عشان تعرفي تعمليه بأقل الامكانيات من غير ما تفتح الفرن ولا تاخدي فيه وقت ويطلع مقرمش من بره وكمان من جوه اللحمة مستوية وجميلة جدا وما تكشش خالص يعني تبقى تفضل مفروضة في الساندويتش لحد ما ناكله وبألفهنة ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو ولو اول مرة تنوروني انا اسمي هادير ودي قناتي اسمها عايشي حياتك احلى ما تنسيش بقى تعمليه للشراك في القناة واتفعالي الجرس علشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل الحوابشي بتاعنا الجميل ده ازاي يلا بينا اول حاجة كده هندق هنجهز دق غريبة شوية على الحوابشي هي عبارة عن معلاءة توم وشوية ملح وشوية فلفل اخدر وشوية كذبرة نشفة وهنمسك الكبه كده وهنضربها جامد ونضربهم في بعض شوية لحد ما يبقوا صغنتاتين خالص خالص ومضربين اوي اوي بالشكل اللي انتو شايفينه ده تمام كده دي اول حاجة هنعملها ونجهزها ونخليها على جنب نيجي بقى للدقة التانية معلش هو في شوية تفاصيل زيادة شوية بس زي ما قلت قبل كده في الفيديو بتاع البرجر ان المحلات كل اللي بيميز الاكل بتاعها شوية التفاصيل الزيادة هنا انا اطعت طماطمية مع فلفلية حمرة الاول كان فلفل اخدر وده فلفل احمر برضو هنضربهم في الكبه كويس جدا جدا طبعا الطماطم والفلفل الاحمر الالوان بينزلوا شوية مية والمية دي لو اتحطت على العيش ممكن تخليه يدوب العيش معنا فبالتالي احنا هنعمل ايه؟ احنا هنصفي الفلفل الالوان هو والطماطم كويس جدا جدا اهو من المية بتاعتهم يعني هناخد التفل بتاعهم وبس عشان نضيفوا لدقة الحواش بتاعنا علشان ما يدوبوش العيش وما يزفروش اللحمة وما يدوناش اي نتيجة ما نحبهاش وتبقى التفاصيل بداعتنا جاهزة بدون اي حاجة مش لصيفة تمام? احنا كده هو صفيته تمام جدا وهنحطها على جنب دي الدقة التانية تمام? نيجي بقى للخطوة اللي بعدها بصوا اهي المية اللي نزلت منهم بصوا مية كتير ازاي؟ احنا مش عايزينها المية دي خالص تمام? نيجي بقى لاخر حاجة خالص هي البصل البصل العادي جدا الحواش بيحب البصل يعني ممكن نحط له بصل زي ما نحب انا حطيت له هنا بصلتين تلاتة اهم بس ميغنوش كبار اوي لان انا مش عاملة كمية كبيرة انا عاملة يدوب على الدين حطيت نص البصل كده مع الخلطة اما النص التاني هنشيله على جنب عشان هنستخدمه تمام? انا هنا مسكت حتة من الدهن اولية زي ما تحب تستخدمي وقطع طه زي ما انتو شايفين كده بقطعها حتة صغيرة اوي طبعا انا مش هستخدم الكمية دي كلها انا هياخد منها حبة صغيرة علشان ما يتقلوش الحواش معنا لان دي بتبقى دهون عالية جدا اه جوه الحواش هاخد منها قطعة صغيرة حبة صغيرة كده وهنشوف هنعمل بيهم ايه هنا بقى عندي طاصة على النار خلتها تسخن كويس اوي يعني تبقى سخنة جدا وحطت فيها حبة الدهن اللي انا هستخدمهم طبعا الدهن ده كان كثير جدا انا مستخدمتوش كله اه وبعدين بسلي كده خالص لحد ما ينزل اه نسبة الدهون اللي فيه علشان خاطر استخدمها اه في الحواشي بتاعنا تمام بصوا كده هكملو لحد ما يسلي خالص خالص وبعدين هركعلكم تيما طبعا وانا بنزل الدهون بتاعت الدهن دوت هيبقى ليه ريحة كده فجة اوي فبالتالي انا هنزل لها شوية كده من التوابل يعني بحط له اه سبع بهارات فلفل اسمر كسبرة نشفة ملح حبة كده علشان خاطر ريحته تطلع الريحة الحلوة دي بصوا بقى هنا انا حطت البصل على طول على الدهن بس طلع اتقيل اوي لكن لو الافضل ان احنا نشيل جزء كبير من الدهن ده يعني ننزل بس الجزء اللي ساله خالص خالص وانطلع الدهن ده نرمي انا طلعته بس بعد ما حطت في البصلة وشوحتها معي لو انتي حابة تطلعي قبل ما تحطي البصلة يبقى افضل ولو حابة انك تسيبي قطع الدهن موجودة مع البصل برحتك خالص بتبقى جميلة جدا بس اهم حال في كل الحالات لازم تنزل كل الدهون اللي فيها سواء هتطلعيها وبعد ما تنزلي كل الدهون اللي فيها وترميها تسيبيها تحمارة خالص او تسيبيها تتشوح كده مع البصل لحد ما تنزل كل دهونها وبعدين تخلي البصلة فيها تسفر زي ما احنا شايفين كده ووض فيها للخلية هنا بقى نرجع للحاجات اللي انا حطتها بصوا اللحمة عندي هيا حمرة والبصل المفروم والدق اللي عملتها بالفلفل والتم والدق اللي بالفلفل والطماطم بصوا بقى الميكس ده كله هنحطه كده مع بعض في بولة كبيرة كده بالشكل ده وبعدين هننزل عليهم بقى بالبصل اللي شوحناه في الدهون اللي نزلت من اللية او الدهن وطبعا شايلين منها قطع الدهن او سيبينها فيها دي حاجة ترجعلك انتي انا في الوقت دوت ما شلتش منها قطع الدهن سبتها فيها بس شلت منهم جزء كبير يعني شلتش كل كمية الدهن اللي انا كنت حطاها دي عشان ما يبقاش تقيل قوي وما يبقاش دهونه عالية جدا طبعا احنا بنحب نخفف دهون على قد ما نقدر فبالتالي بشيلها افضل نجي هنا بقى للتكة الفضيعة شايفين ده ايه دي كنور بس تقدر تحطي خلطة الحوابشي او خلطة الكفتة انا شخصية بحب خلطة الكفتة خلطة الكفتة كده بيبقى فيها كده ريحة الفحم بتخلي الحوابشي كأنه عالفحم تمام؟ نجي بقى للتكة اللي بتخلي اللحمة ما تكشش معي هنا معلقتين من الدقيق هنحط معلقتين بس من الدقيق الابيض زي ما انتو شايفين كده وطبعا شوية من الملح حايزين تزودوا توابل براحتكو احنا عطين توابل في كل التفاصيل تقريبا فمش هنحتاج توابل تاني غير شوية فلفل اصمر صغيرين وهنبدأ بقى نعجنه كويس جدا انا حاولت عجنه بالمعلقة بس منفعش من الافضل ان هو يتعجن بادينا او باي حاجة كده عشان يبقى ممتزق تماما زي ما انتو شايفين مفيش حاجة منه باينا من حاجة هنا بقى انا حطيت شوية فلفل اهو حراء مولع عشان خاطر الجزء اللي انا عايزة اعمله حراء اهو طبعا الخطوة دي اختيارية يعني فيه ناس ما بتحبش الشطة خالص فهيكلوه عادي جدا يعني كده بالنسبة لهم الحوابش بتاعهم جهز وهيعملو كور قد بعضها ويحطوه في العيش تمام نيجي هنا بقى للعيش بتاعنا اهو من الافضل انه يبقى طازة بس انا ما كانش عندي عيش توزة فطبعا اللي عيش طلعت من الفريزر فك وبقى تمام جدا اهو اهم حاجة اتاكد ان الرغيف كله بيتفتح بفتح منه حتة صغيرة تدخل ايدي يا دوب عشان نقدر افرد فيه اللحمة تمام وابدأ بقى اقطع كورة كده من الحوابش بتاعنا اهو انا عاملها كور اهو وبعد كده افرد اللحمة فيه بشكل مناسب كويس جدا على الاطراف وصلوا النص عشان تملى الرغيف كله زي ما انتو شايفين كده تمام ده بالنسبة للناس اللي بيحبوا الرغيف الحوابشي كامل اه فيه ناس بقى بيحبوا يبقى نص عشان يعرفوا يهكلوه نص الرغيف اهو فانا جبت اهو نص رغيف اهو بس مش نص قوي يعني اكتر من نص شوية وبدأت برضو افرد فيها اللحمة بنفس الطريقة علشان اه يعني نرضي جميع الازواء تمام نبدأ هنا لطريقة التسوي هنا انا عندي الشوية الجريل عندك اللي بتتحط على النار تمام عندك اللي تتحط بالكهرباء كده تمام انا كده بقى دهنتها بسمنة اه انا هنا جبت سمنة مسايحة سمنة بلدي ودهنت الجريل كويس قوي وبعدين حطيت عليها لعيش ودهنته هو كمان وسبتها تستوي طبعا ده بعد ما الشوية بتاعتي سخنت طيب لو انا ما عنديش شوية البذيل التاني عندي هنا طوصة اهي على النار تفال اهي دهنتها سمنة من تحت ودهنت الرغيف من فوق لو ما عنديش تفال ممكن تخطي اي طوصة بس اهم حاجة تدهنيها كويس لان لو مش تفال ممكن نعيش هلزق شوية صغير تمام هبدأ او اوطي على الرغيف بتاعنا واغطيه برضو من فوق لحد ما ياخد لون من تحت اهو زي كده وبعد كده قلبه على الناحية التانية زي ما انتو شايفين كده اللحمة هتستوي وكل حاجة هتبقى تمام جدا من غير فرد ومن غير اي حاجة تانية بصوا اللي على الجريل اهو استوى وبقى جميل اوي بصوا شكله باين ازاي اهو خد لون من فوق ولون من تحت مع بعض والرغيف من برا طالع مقارمش وحلو قوي قوي ومن جوه طبعا اللحمة استويت وبقت حلوة جدا عايز اقول لكم انه عليه ريحة ملهاش حل والرغيف اللي في الطاصة اهو كمان استوى وبقى حلو جدا جدا كده خلاص احنا جاهزنا الحواوش بتاعنا اهو طبعا رشة البقدونس دي يعني اختيارية بس انا بحبها كده في التقديم وبتدي ريحة حلوة اوي وبتمتصى اي دهون نزلة من اللحوم ريحة والطعم بجد طالع حلوة اوي بصوا اللحمة ما كشتش ولسه مفروضة جوه الرغيف اهو كله والنص الرغيف اهو شايفين عامل ازاي اهو يعني الحواوش حلو جدا بصوا مقرمش من بره اوي باين اوي ان العيش مقرمش من بره ارمشة حلوة واللحمة ما كشتش اوي طبعا مش محتاج جنبه غشوية البطاطس المحمرة دول وطبق طحينة او بابا غنوج وبالفة هنا وشيفة اكلة سهلة ولزيزة وكمان من غير فرن وشايفين اللي استوى في الطاصة زي اللي استوى في الشواية والاتنين بجد نفس الطعم الجودة يارب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم مستنية رأيكم في التعليقات بس ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو ولو كل مرة تنوروني انا اسمي هدير ودي قناتي اسمها عيشي حياتك احلى ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل الفيديوهات الجديدة استنوني في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة